وجهة نظرك ايه اللي بيحصل يعني ليه اللي اسماعيلي بقانا تلت اربع مواسم بيصل الى هزي المرحلة ده تلت نوسم اه على السياء بص احنا بنقول الناس اسماعيلي ما كانش فيه خوف عليه ولا في لعيبة حتى لو احنا كان فيه بعض التحفزات على بعض اللعيبة اللي بتيجي الناس اسماعيلي في الاوقات الاخيرة المشكلة مشكلة ادارية جدا لما بقت الادارات تسمع يعني يعني فيه لوم على المهندس بريم عثمان لان المهندس بريم عثمان في الولاية بتاعته الاخيرة احنا سنة 2017 كنا تاني الدول مع دي صبر كنا تاني الدول بعد كده ابتدى تدخل الوقلاء دول اللي دخلوا في الكورة جديدة دي فابتدت سقف اللعيبة اللي يجي النادي الاسماعيلي احنا كان عندنا سقف ما بنزودش عليه احنا ما كنش بروح للخمسة مليون والأربعة مليون ما كنش بروح في الحتة دي فاحنا دايما كان رهان النادي الاسماعيلي على لعيبة مغمورة بس لعيبة كويسة وعدة وانت بتحطهم في اجواء كويسة وبتسهل لهم امورهم المالية فالنادي كان بيقدر يمشي في ظل وجود بعض اولاده اللي بيبقوا موجودون طول الوقت يعني احنا مثلا احنا حتى لما جينا سنة التسعين كابتن اسلام احنا جينا كان فيه لعيبة موجودة من النادي الاسماعيلي احنا جينا من بره انا وبشير وحمزة وعشان عبد العال وادهم الله يرحمه جينا من بره بس في وجود العجوز وسعفان وفوزي ورزق والاماش واناوي وعاطب بالزبط كده فانت قلت دايما محافظ على طعمك ده اللي موجود في الكورة وكلنا محافظينا على اداءنا يعني الكورة بنسبة كبيرة جدا وانت بتشتغلها كاتل اسلام انت بتبقى يعني عشان يساعدك على نجاح يبقى انت عندك مجموعة لعيبة سابتة فانت بتجيب عليهم لعيبة تانية فاللعيبة التانية دي سهل التقليد هنا سهل يعني عشان مثل الافكار اللي احنا بنكلم ان احنا نساجم مع الناس بالزبط كده لو انا محافظ على هوية الفرقة بالزبط وشخصيتها بالزبط معناه بدخل ايمن رجب بدخل حبزك بدخل عناصر في ظل وجود عناصر سابتة والعناصر السابتة دي انا ممكن اطلع منها حد بعد شوية بس على اساس ان انا ايمن بقى اخد خبرات ايمن زيد واخد خبرات انا بكلمني في ناحية الفنية بحتها ناحية الفنية البحتة دي مش ليها قرارات ادارية يعني انا عشان اجيب ايمن رجب مش لازم يبقى عندي القدرة ان انا ازاي بجيب ايمن رجب ليه اللي اسماعيلي تحول من مفرغة الى كل الاندية الى انه قاسف في اللفظ يعني بيتسول اللاعبين طيب ما انا بقول لك السمع كابت الاسلام انت بتسمع لمين وانت بتدير انت بتسمع لمين وانت بتدير الكرة دخل فيها حاجات غريبة جدا في الاوقات الاخيرة منها اللي انت بقيت تسمع لناس في الاول وفي الاخر هم يعني انت عايز تقنعني بسلعة غير جيدة وبتنجح ان انت تقنعني بيها يعني كمان وفي رقامها رقم كبير يعني انت بتقنعني بحاجة غير جيدة وبفلوس كتير خلاص يعني مثلا خلينا في السنة الاخيرة دي احنا الصفقات اللي موجودة اللي انتم مشكورين يعني حططوها. ياو عبدالقادي عبدالقادي الكروبالي والنقاز وفراس شواط وشبراوي ونور الزمان وباسم مرسي وصالح وكريم عرفاط ومحمد حسن احمد محسن كوكو. اهم حد من وجهة نظر انا محمد حسن. ياو انور شواط. دول لعيبة مهمين جدا ونجحت الادارة ان تجيب ثلاث لعيبة مهمين جدا. في المردود اللي جوه الملعب مردود كويس. انا في الصفقات دي لما كدت بتفئر في الراديو كابت الاسلام انا قدت بقول انا مليش دعوة بالاسم كبير جدا. اه ليه دعوة بمردودك داخل الملعب. انا ممكن اكون ايمن اسم كبير. يعني انا في لعيبة النهاردة بتلعب في الدورة يا كابت الاسلام. انا ممكن نلعب زيوهم. يعني انا في ناس دلوقتي. الموضوع عادي جدا. يعني انا مبعملش حاجة خارقة يعني ان انا هتجيل الكرة بالزبط كمان. وانا كمان هبقى عندي امانة في الاستلام غير اللعيبة اللي بتدرب الكرة في رجلها او تبقى دي. فانا هستلي محسن من دول. هستلي محسن منهم وحسن. الموضوع بقى صعب جدا في تقييمنا للعيبة. تقييمنا للعيبة وتقييمنا للاجهزة الفنية احد. انا لا يصح على رئيس نيدي ان يجلب جهاز فني. وجهاز فني يفرض علي اسامي موجودة معي. ادوارها ايه. طب هو مش الدول الفني ده يا كابتن ايمن ان انا بجيب لعيب. فانا اسأل المدير الفني. حلو جدا. ما احنا ما جيبنا اللعيبة دي كان حمزة برا النادي. وكانت هنا الفكرة انت كنت عايز فتعاقد انت على هواك انت في غير وجود مدير فني. وبعدين اجيب مدير فني على الفرقة اللي موجودة دي. سهل جدا. انت مش هتنفع تجيبي اللعيبة دي وانا موجود. لان انا هحط رأي الفني فيها.